السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعساكم على قوة يا حبايبي ودي أتكلم في المقطع هذا عن التغيرات المدخن إذا أقرأ عن التدخين يتغير فيه أشياء كثيرة كثير كثير أشياء يعني تقريبا حياته خمسة وثمانين فالمية من حياته يتغير ومن صحته ومن عافيته تتغير تلقائين فيه أشياء في البداية تتغير وفيه أشياء تتأخر ما تتغيرها إلا بعدين بعد شهر شهرين نبقى نتكلم من التدريجين الحين المدخن من إيش يعاني بصراحة المدخن يا حبيبي خاصة اللي يدخن فوق عشر سنوات يعاني من الدخان والله بشكل أساسي يعرف أنه ظلم نفسه في الدخان ونفسه يترك كهب لو يخسر ملائين يعني لو تقول المدخن ادفع مليون مليونين إذا كان مقتدر وخلاص تصير طيب والله يدفع قسم الله لكن المدخن حياتها قبل الدخان نسيها نسي كيف كان عايش قبل الدخان لما ما كان يدخن أغلبهم يا أخي من صغرته ويدخن يعني من ابتدائي من متسطه ويدخن كبر وتوظف وقرب يتقاعد وهو يدخن حياتها قبل الدخان ناسيها عارف ناسي حياتها قبل الدخان ناسي كيف كان يستمتع قبل الدخان بحياته الدخان متحكم فيه ما يقدر يروح ويجي وياكل ويشرب وينبسط ويجلس مع أخوياه ويجلس مع عياله إلا بسقارته حتى في الحمام الله يكرمكم الواحد ما يكيف إلا صدق لكن أنا والعياذ بالله مكلمة أنا من يوم ما تزوشت لثلات عشر سنة وأنا أحاول كل سنة مرتين أو ثلاث مرات أني أترك الدخان وقريت وتصفعت وتعبت وبحثت في النت وفي اليوتيوب عن العراض الانسحابية عن الإقلاع عن التدخين إيش بيصيبني كم يوم يبغالي يعني تفقحت في الشيء هذا الشيء الكثير الكثير جدا إلا الله أي مقالة أي مقطع أي موقع عن التدخين ترك الدخان أي دكتور يتكلم عنه الشيء هذا إلا استمعت عيادات مكافحة التدخين أكثر واحد ممكن فالمملكة زارها أنا يو الله يعني أزورهم في السنة تقريبا ثلاث مرات أربع مرات يعني خجلت مكثم أزورهم هنا عندنا فالباحة سألت إذا نزلت الطائفة أمرل عليهم سألت إذا نزلت جدا أمرل عليهم يعني عانيت معنا فتركت الدخان وحتى أهلي عانوا معي لأن إذا المقلع عن التدخين بيكون نفسية في أول أيام نفسية بيكون يعني أهلي عانوا معي أني يكون نفسية عرفت يعني أسبوع عشر أيام أكون نفسية وأمتحنهم أجننهم وآخر شيء أرجع له عرفت عانوا من الشيء هذا كثير لكن الحمد لله أسأل الله العفو والعافية وأن يثبتني الحمد لله تركته يبالله إني أرتحت كثير نرجع لموضوعنا أول ما تترك الدخان يا حبيبي بثلاثة أيام أو أربع أيام إلى أسبوع تتحسل عندك حاسة الشم وتتحسل عندك حاسة الذوق هذه في الأيام الأولى في الأيام الأولى يا حبيبي تحس أنك تشم أشياء الواحد إذا مر من قدامك تشم ريحته قسم بالله المدخن ترى حاسة الشم ضعيفة جدا جدا ليش؟ لأن الدخان مأثر عليه ما غير دخان دخان يعني خلاص شوي وتضرب حاسة الشم عنده لكن والله لما تركت الدخان عرفت أني ما كنت أشم طبيعي مع أن خشمي كبير لكن حاسة الشم ضعيفة عندي قسم بالله هذه أول حاجتين تتغير فيك حاسة الشم والذوق والطعم يا رجا سلت أي أكلها أفسفسها ذك البهارات تعطيك أنواعها بدقة طبخ جيراننا شم هذه أول حاجتين بعد تقريبا عشر أيام إلى أسبوعين إيش يتغير فيك خلقتك والله شكلك الخارجي يصف قسم بالله تتغير يعني اللي لها فترة عنك وشافك يقول فيك شي متغير للأحسن قسم بالله الأسبوع الثاني شهيتك الأكل تنفتح بالله تصير تاكل زي قسم بالله تصحى من النوم ما تدور السيقار تدور عيشة تاكل تفطل مرتين تغدى مرتين تعشى مرتين تصير تشتهي أكل ما كنت تاكل هول أنا أيام التدخين الحلاء هذا ضد الحلاء هذا أنا ما أحب الحلاء البسبوسة ما البسبوسة وشغل البيت هذا ما أنا مرح الآن لا والله يوميا لازم شوية حلاء قهوة أشياء والله ما كنت أكلها أول ما كنت أكلها أشوفها أجيبها لعيالي لكن أنا ما أكلها إذا أكلتها مجامل الآن الحمد لله الأكل جميع نواع أكل الحمد لله من فضل الله سبحانه طيب تكلمنا عن حاسة الشم والذوق تكلمنا عن الشهية وجهك يصفى تبيض قسما بالله تبيض الأسبوع الثاني يبدأ يطلع منك البلغة تنظف رئتك تكحو تنظف رئتك خلال يومين ثلاثة تصير تتنسم زين قسما بالله كنت أصحى من النوم مكتوم والله كنت أصحى من النوم مكتوم كحة بلغم أحيانا أصحى من النوم عشان أولع سقارة هي والله الحمد لله اللي فكري منه المهم بعد كم أسبوع أسبوعين كذي أخي تصفى رئتك تصير تمشي مسافات تطلع درج ما تنكتم ما تجيك الفحمة هذه ما تجيك خلاص مالله ولو تمارس رياضة شوي قسما بالله تظلي رياضي تقطع مسافات طويلة لا تفحم ولا تتعب الدرجة ممكن تطلع ثلاثة أدوار أربع أدوار جري ما تتعب خذ انتهى الشهرة الأول تصير نفسيتك حلوة زينة بس ما هي مرة مرة النفسية آخر شي تغير فيك يعني ما تكتم نفسيتك تصير طيبة حلوة أحسب من أيام التدخين إلا بعد شهرين تصير نفسيتك وسعة صدر قسما بالله الجميع لاحر أنا عيالي أولادي أطفال أولا أنا مدخن كنت ألعب معهم بس شوي واطفش منهم شوي وخلاص يلا يا ولد خلاص نقلع أطفش أفهم وأتعبودي وأطفش أبغى أروح أدخن كنت نفسية كنت نفسية حتى لما أطلعهم مشوار أو شي أطفشهم والله ترى المدخن ما هو ما هو اجتماعي لا يجيني واحد مدخن في التعليقات يقول لي والله اجتماعي بس أنت ما تدري لا يا أخي منت اجتماعي والله منت اجتماعي أتحداك تجلس مع عيالك نص ساعة على بعضها بدون ما تدخن يا أنك تدخن وتعميهم قدامهم يا أنك لازم تطلع عليك مشوار عشان تدخن خذ الكلام لكن يوم تركت الدخان قسم بالله سلت اجتماعي وسلت بيتوتي وسلت ألعم معهم وأضحك وسولف وأمزح ولا عصب الصداع راح البلغم راح التعب راح الحمد لله والمتزوج يا حبيبي طرق تفرق معك رمي الردود تفرق معك والله يتسير كذا أنتم يا متزوجين بطل الدخان والله يتسير تعشق الدفل فاهمين قصدي وأهم شيء اللي بيقطع الدخان يا حبيبي ليعتمد على الصلاة الصلاة قسم بالله العلاج الأفضل برقم واحد لترك الدخان لا يقول لك حبوب شام بيكس لا يقول لك لا الصلاة إذا خرمت يا حبيبي صلي ركعتين يجلس على السجادة يدعي يبكي تضرع إلى الله قسم بالله العلاج الأفضل أن الصلاة تنهى عالف حشاء والمنكر والله يوفقنا بجاكم وعسى أني ضيف خفيف ونسأل الله نسأل الله العلي العظيم أن يعطيني أجر لواحد فيكم بس وإن شاء الله الفيديو هذا المقطع هذا يكون يستفيد منها البعض ومحفز لترك الدخان وزني الحمد لله لما كنت أدخن كان وزني تسعة واربعين إلى خمسين يروح ويجي الآن الحمد لله من فضل الله سبحانه وزني أربع وستين يعني خلال ستة شهور زاد وزني خمسة عشر كيل والحمد لله آكل زين أنام زين من سجم المدخن ليه ما يبغي تعد دخان يخي يقول كيف أتمشى كيف أروح وأجي كيف أسهر مع أخيهاي كيف بدون دخان كنت أقول أنا زي كلام هذا لكن لما انتركت شوي شوي لا والله عرفت أني كنت ظالم نفسي واسأل الله أن يصرف قلوكم عن كل شر قوله آمين ودعواتكم لي وعطونا في التعليقات كلام حلو كذا عطونا عليش أني تبعون تتكلم من ناحية الدخان ويبشروا على خشم وفقكم الله